كنا مبرح يعني ليلة أمس نجلسين في هذا المكان نتحدث أنا والقارب يعني كلهم من نازحين فوجئنا يعني على فجأة كان في صوت صاروخ نازم هين هيك ضواء أحمر بانتظار لحظة الانفجار احنا ما شفناش يعني ما لحظناش نشوف الانفجار شفنا هذا الردم هذا المشاهد كلها الحطام والردم والحديد والأحجار والإسمنتية كلها على روسنا اللي فقط بصره اللي بترت يده يده واللي بترت أرجله واللي استشهد طبعاً الإصابات كلها أشلق يعني يصعب 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 على العقل أن يستوعب هذه المشاهد مشاهد يعني صعبة أنا كنت وقتها كنا قاعدين هنا في الخلج ومش ملاحظ أنه في نفور الدم يعني من راسي بحاول أن أنطذ الشباب اللي كانوا معاي والأخارب أشيل البطون عنه وأشيل وأنا دم بينزف وهذا دمه بينزف والوضع كارث وما فيه اتصالات إنه حداً يلحق يتصن على الدفاع المدني الأشلة متطايرة في كل مكان في البيت هذا في البيت هذا يعني إحنا جثث مش ما لاقينا الجثث هنا الجثث لقينها في البيوت الجراء طبعاً الشباب كانوا يعبوا المية هنا بعبوا مية بالتلكات إزاي هيك على فجأة في لحظة كل كل شيء هذا كل شيء راح تجاهنا باتجاه الوسطة وفيه تجاه الجنوب على أساس أنه المنطقة هذي ولكن يعني عن أي أمان تتحدث هنا هذا هو الأمان في الشباب اللي كانوا قاعدين معي العمدان هذي والحطان كل هذي كانوا هامن قاعدين كلها في الدماغ الخطة في الدماغ في الدماغ في الرأس تعارف الدماغ يعني بتفقد بصرك بتفقد معك شلال نصفي فيه من كل الإصابات هذي الواردة حدثت يعني وفيه شاب بوترة قدمها صار ينزف ينزف باستوشب الأخير موسيقى 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 شكرا